موسيقى حياكم الله من يديد في كويت اليوم والحين ونسألنا عن مجموعة من الشباب عندهم شيء يديد مجموعة من الطلبة عندهم طبعا صناعة مكينة خاصة لبيع بعض السناكس والحلويات مقابل مبالغ مالية محددة نسألنا أكثر عن هذا الموضوع مع ربع نهني الطالب علي الجدي وطالب يوسف العجمين وصباحكم الله الخير صباحك الله بالنور أنا ما حطيت مقدمة عن الموضوع أبيكم أنتو اللي تشرحون فضل أول شيء السلام عليكم السلام هي عبارة عن مكينة نفس الموجودة بالأماكن العامة والمجمعات بس شنو اللي يميزها أنها تعتمد اعتماد كل على الطاقة الحركية اللي هي الطاقة الميكانيكية ما نستخدم فيها كهرباء من غير كهرباء من غير كهرباء يعني شنو شنو الطريقة يعني الآلية مثلا هل مستخدمين الطريقة القديمة أوزان مثلا ولا شنو بالضبع ايه هي تعتمد على الأوزان وقوة الدفع تعتمد على هما القياسات المحددة حق العملة نفسها نزيل إذا ما فيها كهرباء معناته ما تكون الأشياء مبردة صح؟ صح اللي داخلها شنو شنو ممكن نبيع فيها لا نستطيع أن نستعمل فيها مثلا الأشياء الذوب مثلا الكاكاو فاستعمل مثلا البطاط الأشياء اللي عادي يعني ما تحتاج لها اشياء بالطاري يعني شنو قعدت وشذيه وسويتم هذا المشروع فكريات يعني بدلا نفس الروتين المعتاد أن كل شيء يكون من كهرباء فحبنا نستخدم تخصصاتنا مجالنا حلو تخصصاتك عائرخ نسوالف عن تخصصات حتى تخصصك شم؟ هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية وناسة انزيل أنتو عددكم في هذا المشروع حس يبيل عدد كبير يعني اينا ما كثير أنتو شغالي؟ أنا ثمانة أشخاص أربعة طلاب ميكانيك وأربعة صناعين هندسة صناعين انزيل ومن وين ياتي الفكرة؟ قلنا أن أنت شفت أنه خلاص لا أدعي كهرباء كهرباء عدل لكن هناك أشياء جديدة مثلا الطاقة الشمسية يقولك أنها هم كهرباء لكن على قراتهم طاقة صحية عدل فكرتوا في هذه الطريقة؟ لا لا لكن نحن نعتمد اعتماد على الحركة أكثر من أي طاقة بديلة ثانية أنت الطاقة الشمسية تحتاج إلى الضوء وين بدأت تفعلها؟ في البداية أول شيء نحن نسوينا نموذجين تمام النموذج الأول سوينا بهدف مادة عندنا تعتمد على الصناعة والجودة تمام وطلب مننا الدكتور أن نقدم بروجيكت يتعلق في هذا الموضوع صممنا النموذج الأول استغرق مننا شهرين لا تدري أن يمدوانيا نشتغل عليها وبعدها النموذج الثاني طورنا أخذ مننا تقريبا ستة يوم المواد المستخدمة في صناعة الكيس نفسه يعني الكيس عادة يقول لك هالأيام بلاستيك أو مواد تكون قوية وحافظة لداخل زجاج وغيرا أنتو شن مستخدمين؟ نحن استعملنا الخشب كلها من الخشب كلها خشب؟ كلها خشب طبعا نحتاج لنا بعض الأشياء مثلا حق الأوزان حق الخردة اللي راح نستعملها وشي اسمي؟ لا الخردة اللي تستخدمونها هذا الناس بيدفعون عادل نحن نحتاج غير الخشب شوية نبتعد عن الخشب عشان بس نحاول نوزن الخردة اللي راح تنحط داخل المكينة يعني إذا أنا حطيت أمية فلس على وزن الأمية فلس بيعطيني برودكت قصدك؟ نعم وأنت تقدر تحط سعر المنتج على اللي أنت تتوي من ناحية الوزن انزين بس شذي يعني فيها النسبة الخسارة والربح صعبة كقياس المنتج بالعملة لا نحن نقدر نحدد السير حق المنتج هذا بيتكم انتم؟ نعم انزين أكثر الصعوبات اللي مرت عليكم أو تحدياتي نقول شنو كانت؟ من الكرتون أول ما سوينا النموذج الأول من كرتون واجهنا صعوبات بما أن نتوه نسوي المشروع بداية واجهنا وائد مشاكل بالقياسات والأبعاد من الكرتون والوزن والكرتون الضعيف المكينة كانت تنكسر بسرع فلما نطورناها ليل الخشب تفادينا وائد أخطاء لكن حرم المحاولة والخطأ يعني تعلمنا من أخطاء وعندكم صورة كذا يعمل الغلط نعم طيب إذن نعرف الأساتذة والدكاترة اللي قاعد يشوفونكم ويتابعونكم أول بول وأنتو تمشون في هذه الخطوات إش كثير صححوا لكم بعض الأخطاء؟ إش كثير ساعدوكم؟ إش كثير كانوا واكفين معاكم؟ للأمانة إحنا سوينا البروجيكت نفسه وقدمنا لهم يعني لم أخذنا منهم أي استشارات لكن رأيهم كان ممتاز ورشحونا أننا ندش المعارض طيب دشيتهم معارض؟ نعم ردود فعلا للناس كيف كانت الناس عندما يتعوده ويدش أي مكان حتى في أوروبا تجد مكان لا يوجد موظفين هناك مكان يضع الخردة ويأخذ البروجيكت ويخرج فهذه الطريقة عندما تطبق بالكويت أنت على مكانة واحدة كيف كانت لدود فعلا للناس؟ الناس طبعا ما تستغرب تشوف أن هذا يعني ليس متعودة على أن تكون مكان ليس من تمدع الكهربة فيستغربون فنبطر أن نوريهم من وراء كيف تشتغل المكان عالية العمل نفسها نعم نعم بعتوا شيء بالمعارض؟ لا لا فقط كنا للعرض إن زين و لماذا لم يكن زجاج مثلا؟ لماذا خشب؟ الآن هذا النموذج الثاني النموذج في غير التطوير لما الآن الخشب مؤمن وما يصلح كل مكان فإن شاء الله في المستقبل لما نطورها ستكون مواد أقوى من الخشب وأأمن تدري ما هو أحلى شيء؟ أن أنتم سوينها من إله فعارف حتى تطورها لجدام ما الذي يمكن تسوي إن زين هل ممكن في المستقبل أنت كتطوير فكري للبرودكت نفسه أن تسوي ثلاجة ثلاجة بس بتصميمك أنت تعمل على الطاقة الشمسية؟ ممكن لأش لا سهل إن شاء الله لا يوجد شيء صعب إذا شيء أحب أن تسوي وعندك عزيمة أن تسوي سيحدث الله يقدركم إن شاء الله إن زين لم تفكرت و تسوقون هذا المشروع عند أحد؟ لا نفكر و نرى الموضوع لا تفكر على طول استغل لأن هذا الوقت يضيع إن زين بالنسبة للمشاركات المعارض أو حتى معارض داخلية في كليتكم هم هناك ملاحظات الناس تقول لكم لهم سوي انتذي لهم سوي انتذي يحاولون أن يساعدونكم؟ ايه طبعا يعني ما هو الشيء الذي يستخدمون؟ يعني خذيتون منهم من الناس؟ لديك عالية العمل إن مثلا اللي بيشتري من المكينة ما يقدر يطالع إذا المنتج موجود أم لا فنحن نقدر نوفر هذه الميزة لما نسوي النموذج الثالث نزين هل هناك فكرة ثانية غير هذه؟ يعني هذا يجب أن نتطور كثيرا يجب أن تفعل الفكرة التي أقول لكم أنا لم أكن اشتطيت على فكرتي نزين هل هناك موديل ثاني؟ طريقة ثانية؟ غير هذا المشروع؟ هل هناك موديل ثانية؟ إن شاء الله أنا أفكر أن نفعل شيء شيء أفضل من ما نفعله نزين وين وصلت في مراحل التطوير؟ هل مثلا هناك دراسة مزهبينها أنت وأن ما هي مرحلة المصنعية؟ فكرتوا في هذا الشيء؟ نعم لدينا حين أكثر من شغلة تمام لكن لن نبدأ بداية صحة مثل ما يقولون تستعيل بسرعة لا يصبح الشغل مضبوط أنا ناطر أرى محلاتكم إن شاء الله محل دج كل هالبراجات والثلاجات أو حتى الكيسيز اللي أنتم سوينها ولكن بطريقة التتناسب مع إن كان الأجواء أو حتى عشان ما يذهب الكاكاو صح؟ كل الشكر لكم الطالب علي الجدي والطالب يوسف العجمي الله يفقكم في هذا المشروع لكن عدلات يدون على الـ 50% لا لا نصيروا النفس اللي قاعد نشوفه لا إن شاء الله مشكورين ما قصرته ومشاهدين الكرام فاصر قصير هنا أود